أعددت نفسي للحياة وركبت في ركب الصلاة فبإمتي وبعزتي وسمحتي وعقيدتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله رب اشرح لي صدري واسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يقاه قول تملي إن شاء الله في رحلة شجرة الكلب عايزين ندخل شوية ونعرف إيه هي أهداف الشيطان الشيطان لي أهداف وأعظم هدف للشيطان وإن الإنسان يكفر بالله يعني الشيطان مش هدفه أن نعمل ذا ببسيط وخلاص الموضوع ينتهي على كده الشيطان هدفه أكبر من كده الشيطان هدفه أن نكفر أن نخلد في النار قال تعالى كمثل الشيطان إذ قال للإنسان يكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين والشيطان هدفه أن نخلد معاه في النار قال تعالى إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير ولكن الشيطان بيتدرج معانا في الأهداف بتاعه يعني هو أعظم هدف أن الإنسان يكفر بالله لكن هو ممكن يرضى منك بأحاجة أقل من الكفر يعني لو الإنسان معرفش الشيطان يوصل مع الكفر ممكن يخليه صاحب بدعة وصاحب البدعة عند الشيطان أحسن من صاحب الكبير لأن صاحب البدعة في الغالب هو شايف بيعمل حاجة وشايفها حلوة قال تعالى يعني واحد بيعمل حاجة هي بدعة ضلالة وبعدين هو مش بس إن هي بيعمل حاجة ضلالة هو مش شايفها أصلا إن هي الضلالة فبالتالي هو ما بيتوبش منها فالشيطان بيحب أو يصاحب البدعة ده طيب لو هو إنسان مثلا على السنة ما بيعملش بدعة الشيطان ممكن يدخل عليه فيخليه يعمل كبيرة من الكبائر خليه صاحب كبيرة وممكن الكبائر يدكون سبب في هلاك العبد طيب لو الإنسان ده الحمد لله واخد باله وحتى لما بيعمل كبيرة بيتوب وبيرجع لربنا سبحانه وتعالى مش بيصر على الكبائر الشيطان يدخل له من مدخل محقرات الزنوب يخليه يعمل زنوب صغيرة وبسيطة كده أو يشوف الزنوب بتاعته حاجة أي سهمة طيب لو هو الإنسان ده منتبه جدا لموضوع المحقرات وأي زنب هو بيعمله واخد باله ومركز الشيطان يدخل له يخليه يبالغ في المباحات يسرف في المباحات الهزار والأكل والشرب والنوم والخروج والسفر والفسح ليه علشان يصرفه عن الطاعة طيب لو الإنسان ده مركز جدا واخد باله من وقته بينظم وقته كويس وما بيضيعش وقت غير في طاعة ربنا سبحانه وتعالى أو في المباحات الحاجات الطبيعية وبياخد فيها نواية الشيطان يبتدي يدخل له مدخل تاني شوف واخد بالك هو بينزل من الكفر للبدع للكبائر للصغائر للإصراف في المباحات يدخل له مدخل يخليه ينشغل بالطاعة عن الطاعة يعني إيه؟ يعني يخليك تنشغل بطاعة السواب بتاعها قليل وتسيب طاعة سوابها كبير الشيطان بيعمل ده وبإذن الله هنتعرف في حيال الشيطان مداخل الشيطان معانا لكن اللي احنا عايزين نقوله إن الشيطان ليه أهداف وأعظم هدف إن انت تكفر بالله والعياذ بالله وإن انت تخلت في النار فالإنسان يحذر من العدو ده وإن كتير من الناس الشيطان بيوصل معاها للهدف ده عن طريق التدرج وإن إزاي الشيطان بينزل معانا واحدة واحدة مش بس الشيطان هدفه إن الإنسان يخلت في النار الشيطان هدفه إن الإنسان يعيش في حزن في كآبة يعني هو عدو الإنسان فكل حاجة بتحزن الإنسان وكل حاجة بتخلي إنسان عايش في حياة تعيسة الشيطان بيبقى مستمتع جدا بيها الشيطان بيكره لنا خير وأي عدو طبيعي إنه يكره لك الخير ويفرح لما أنت تبقى في قمة الحزن والتعاس في يوم عرفه يوم ربنا سبحانه تعالى بيحبه يوم بتتنزل فيه الرحمات يوم ربنا سبحانه تعالى بيعطق فيه كثير من الناس ألاف البشر يستجيب كثير جدا من دعوات الناس الشيطان بيكره اليوم ده بيكره الرحمات اللي بتتنزل على العباد عشان كده النبي عليه الصلاة والسلام قال ما رؤي الشيطان في يوم هو أصغر ولا أضحر ولا أذل ولا أغيظ منه ما رؤي يوم عرفه لما يرى من تنزل الرحمات على العباد ومغفرة الله للذنوب العظام كان حديث فيه ضعف لكن معنى صحيح أن الشيطان يكره تنزل الرحمة يكره أن ربنا يغفر لك يكره أن أنت تبقى في حالة سعادة فالشيطان عدو للإنسان طيب إيه هي حية للشيطان اللي بيعملها معانا الشيطان ليحية له بإذن الله نحاول أن احنا نتكلم عن حية للشيطان ومداخل للشيطان منها النسيان الشيطان أصلا بينسي قال تعالى وما أنسانيه إلا الشيطان وأن أذكره ومنها التدرج الشيطان ما بيدخلش ليك وحدة مرة وش في وش كده بقى الشيطان بينزل معك وحدة وحدة فدلهما بغرور يتدرج معك ليه خطوات ومنها كمان التسويف وطول الأمل الشيطان سول لهم وأملى لهم الشيطان بيقولك لسه بدري إن شاء الله تتوب بعدين إن شاء الله تتحجي بي بعدين ربنا غفور رحيم إن شاء الله تتغير قدام فيخليك عندك تسويف وطول أمل ومنها كمان تحقير المعصية زي ما قولنا الشيطان ليه مداخل يخليك تحتقر المعصية ومنها إن الشيطان يجي لك بعد الطاعة الغرور بالطاعة والفرح بالطاعة يخليك تعجب بنفسك بعد الطاعة ومن مداخل الشيطان التخويف الشيطان بيخوفك يخوفك من طريق ربنا سبحانه وتعالى يخوفك إن أنت تاخد خطوة للطاعة يخوفك إن أنت لو عملت الحاجة اللي ربنا سبحانه وتعالى بيحبها لو مشيت في طريق ربنا سبحانه وتعالى هتفقد كتير من المتعة بتاعك المعصية يقولك هي لها متعة يزين لك المعصية ودي من حية للشيطان التزيين التزيين والتقبيح يعني الشيطان بيزين لك الحاجة الوحشة هي حاجة أصلا وحشة حاجة قبيحة فالشيطان يخليك تشوفها حلوة ومن رحمة ربنا سبحانه وتعالى ان ربنا وضح لنا خطة الشيطان اللي صرح بيها صراحة كده في كتاب الله قال قال تعالى هو يتكلم عن الشيطان كلام عن الشيطان قال لعنه الله وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا في ناس هتبقى دور رجالتي في نصيب مفروض دور جنود من جنود الشيطان قال وَلَأُضِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهُ وَمَنْ يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِنْ دُونِ اللَّهُ فَقَدْ خَسِرَ قُسْرَانًا مُبِينًا شوف خطة الشيطان وَلَأُضِلَّنَّهُمْ هدف الشيطان هو يضلنا عن طريق المستقيم عن طريق ربنا سبحانه وتعالى وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ هيدحك علينا بالأمان الكاذبة يخلينا يقول لك إن شاء الله ربنا غفور رحيم إن شاء الله أنت كده كويس إن شاء الله يبقى الإنسان مصر على الزنوب المعاصي ويجي له الشيطان يقول له لا ما تقلاش إن تحسن من غيرك وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ يعني زينلوا العمل السيء بتاعه وَلَأَامُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَا الأنعام هخليهم يعملوا عبادات هم فاكرين إن هي بتقربهم مني ولكن العبادات دي بتصرفهم عن ربنا سبحانه وتعالى وَلَأَامُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَا الأنعام هخليهم يحرموا الحلال ويحللوا الخرام وَلَأَامُرَنَّهُمْ ودي خطيرة جدا وَلَأَامُرَنَّهُمْ فَلَيُبَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهُ هدف الشيطان إن هو يغير الفطرة بتاعتنا يعني الشيطان حريص إن هو يغير الخلق إما الخلق فطرة الإنسان وإما الخلق يخليه بقى الناس تعمل الوشن ويعمل تشيل حواجبها وتعمل حاجات تغيير في أصل خلقة الله سبحان الله وَلَأَامُرَنَّهُمْ فَلَيُبَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهُ ومن مداخل الشيطان وحية للشيطان تغيير المسميات الشيطان دايما بيغير اسم بيخلي اسم الحاجات اللي ربنا صفحة تعالى بيحبها ممكن يغير اسمها يخليها حاجة قبيحة أو يجي حاجة ربنا صفحة تعالى بيغضب منها وحاجة معصية كبيرة ويقوم الشيطان يغير اسمها يخلي اسمها اسم جميل النفس تستفيه وتحبه طيب الشيطان ليه منهجية في التعامل الشيطان ليه منهجية في التعامل منهجية الشيطان انه هو دايما بيبقى عنده ثلاث حاجات اساسية بيتعامل بيها معك اول حاجة الشيطان دايما عايز يمنع عنك الخير يعني مش لازم الشيطان احيانا بيبقى في واحد هو يعني واخد باله مسألة الثنوب والمعاصي ومش بيصر عمل معصية فده بيبقى شغل الشيطان معه مختلف الشيطان بيدرس كل واحد فيه فشغل الشيطان مع الانسان ده انه هو عايز بس يوقفه مش عايزه يطلع زيادة عن كده يعني يقوله انت كده كويس انت كده تمام فكل ما يجي ياخد خطوة عايز احفظ قرآن عايز يطلب علم عايز يشتغل في الدعوة عايزها تتحجب حجاب احسن من كده عايز يصلي في المسجد عايز يصلي قيام ليل الشيطان يقوله ايه انت كده كويس يمنع عنه الخير ليه الشيطان مشايدي يشوفك طريق الخير اللي انت هتاخد منه حاجة حلوة زي مثلا الصلاة هيبقى فيها مغفرة للزنوب وفيها صلب ربنا سبحانه وتعالى الشيطان مش هيسقفلك وانت رايح تصلي هيقولك يلا ربنا يعينك روح صلي الشيطان هيمنعك عن الصلاة هيمنعك عن الخير تاني حاجة غير انه هو يمنعك عن الخير الشيطان حريص انه هو يوقعك في كل شر ودي النقطة التانية انه هو دايما بيوسوس لك عشان تقع في النصير النقطة التالتة علشان الشيطان يتمكن منك ويتسلف عليك دايما عايز يخليك لوحدك كثير من الناس هم بيخدش بالهم من الحتة دي ان الشيطان بيبقى ضعيف لما نبقى تنين لما نبقى ثلاثة لما نبقى صحبة مجموعة في بيئة فالشيطان عايزك دايما تبقى لوحدك قال صلى الله عليه وسلم عليك بالجماعة فإنما يأكل الذئب من الغنم القصير الشيطان بيفضل يبعدك عن الصحبة وعن البيئة الصالحة علشان تبقى لوحدك فيستفرد بيك وتبقى فريسة سهلة لي فبعد ما احنا عارفنا حية للشيطان ومداخل الشيطان ومنهجية الشيطان في التعامل عايزين بإذن الله طول ما احنا ماشيين كده ناخد حيلة حيلة من حية للشيطان ونفهم ونتعلم ونشوف ازاي العدو بيدخل لنا لأن كلما الإنسان هيزداد علم هيزداد بصير قال تعالى في أواخر صورة الأعراف وهو بيقول لنا عن الحالة اللي احنا مفروض نبقى فيها واحنا عندنا ياقظة وشايفين الشيطان قال تعالى إن الذين اتقوا إذا مسهم طائفوا من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصروا فبإذن الله هنحاول مع بعض نتعرف على حية للشيطان ومداخل الشيطان اللي بيدخل لنا من خلالها علشان كلما الإنسان هيزداد علم كلما هيعرف العدو وبيدخله منين ما هيعرف يدافع عن نفسه أحسن لفاع يبنى يا رب يعننا إن إحنا نتخلص من كيد الشيطان إن شاء الله نشوفكم في الحلقة الجاية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعددت نفسي للحياة وركبت في ركب الصلاة فبهمتي وبعزتي وسمحتي وعقيدتي سيصير حتما للنجاة أعددت نفسي للحياة وركبت في ركب الصلاة فبهمتي وبعزتي وسمحتي وعقيدتي ترجمة نانسي قنقر